اشتركوا في القناة صباح الخير رغم الحروب والدمار والكوارث لم ينسى رواد شبكات التواصل تقديم التهاني بالأعياد هذا العام التهاني مزدوجة توقف عندها كثيرون إذ يتزامن عيد المولد النبوي هذا العام مع عيد الميلاد عيش اعتبرت الحدث رسالة سماوية إلى المتناحرين طائفيا رسالة حص على إحلال السلام صورة انتشرت وتبدلها كثر من رواد فيسبوك وتويتر المسجد يعانق الكنيسة عناقا حرا أما ربيع شامي وعبر فيسبوك فانتخب أحلى تعليق على عيدين وهستر اللبنانيين بالمحبة هستر من هستيريا هو تعليق لجورج استفين يقول ماري كريسمس فالكائنة ضياء طبعا من قصيدة أحمد شوقي ولد الهدى فالكائنة ضياء ولم يخلو الأمر من تغريدات عنصرية وتكفيرية في الاتجاهين بالإضافة إلى لازمات عيد بأي حال عدت يعيده دائما في إطار الأعياد على يوتيوب إعلان ألماني تمت مشاهدته ثلاثين مليون مرة نعم ثلاثين مليون مرة منذ الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني إعلان يدعو إلى التفكير في فترة الأعياد هذه التفكير تحديدا في مسألة العلاقات بين الأجيال خصوصا في موسم إجازات أعياد نهاية العام في ساعة النزعات الفردية المتطرفة كما قيل في الفيديو نرى جدا عجوزا يدخل بيته بصحبة كلبه يستمع إلى رسائل الصوتية المسجلة من الأحفاد والأولاد معايدات واعتزارات عن عدم القدرة من أو عن قضاء ليلة عيد الميلاد برفقته هذا العام مع وعود باجتماع عائلي العام المقبل نرى الرجل يحضر عشاءه وحيدا ويراقب بحزن من نفذة المطبخ وصول الأبناء والأهل إلى بيت الجيران ثم نرىه يتناول عشاءه وحيدا وحزينا ومهملا بينما نرى كل فرد من أفراد العائلة الكبيرة غارقا في شؤونه إلى أن يبدأ كل منهم بتلقي خبر وفاة الجد فتصح الذكريات وأزمة الضمير ويتوجه الجميع إلى المدفن بيحضن بعض وبيبكو ويتوجه بعد الدفن إلى منزل العجوز ليفاجأوا به حيا يرزق وقد أعد لهم مائدة عيد فخما ويسألهم كيف لي أن أجمعكم كلكن هون خدعة اشترى بها حضورهم خدعة تركت صفعة على خد كثر من المعلقين الذين كان قد فتهم أن الحياة العصرية ابتلعتنا ودفنتنا داخل ذواتنا كما علقت ماريون جدران الرحمة وصور تغزو فيسبوك وتويتر لمبادرة إيرانية لتبرع لأكثر من عشرة ألاف مشرد بملابس تعلق في الشوارع في حساب تعلم اللغة الفارسية على تويتر نشاهد صورة لملابس علقت على جدار في مدينة وكتبة تحتها بالفارسية ديوار مهرباني أو جدار الرحمة نياز داريب دار غير محتاج أتركها نياز داريب بردار محتاج أخذها أقيمت جدران الرحمة في المدن الرئيسية الإيرانية وصاحب المبادرة فضل أن يبقى اسمه مجهولا المبادرة تهدف إلى مساعدة المشاردين الذين يرزحون تحت عب الوضع الاقتصادي والبرد على انستغرام نقاط تعليقات من نوع الحياة قصيرة كن رحيما قدر استطاعتك سيرباتر في فرانسفان كاتر رأى أن المبادرة لم تحظى حتى الآن بشعبية كبيرة في العاصمة تهران حيث تسجل أعلى نسبة تشرد إلى موضوع آخر رواد الشبكات في الجزائر يودعون أحد أبرز رموز الثورة الجزائرية المعارض حسين أيتحمد الذي فارق الحياة الأربعة عن عمر يناهز تسعة وثمانين عاما أيتحمد كان آخر قائد على قيد الحياة من مجموعة المناضلين التسعة الذين أطلقوا الثورة الجزائرية عام الف وتسعمائة وأربعة وخمسين يمضي الرجال ويبقى النهج والأسر كتب مروان مضيفا كان أب الديمقراطية والنضال في الجزائر كان يعارض من أجل مبادئ سامية لم يكن أبدا معارضا من أجل المعارضة أميروش اعتبر أن وجوده في هذه الحياة كان بمثابة أمل للجزائريين ودفع معنوي لهم اختلطت حياة تحسين أيتحمد بمصير الشعب الجزائري كتب مهدي كان من بين القادة النادرين الذين أردوا التفكير كان هم أن ينقل إلى الجيل الشاب دلاء المفيدة لفهم تسلسل تعقيدات الحركة الوطنية ثم ختم تعليقه قائلا كانت رسائله هامة جدا لتحرر جيلنا الذي كان يتطور في بيئة تهيمن عليها الرقابة والإنكار مع غيابه تطوى صفحة من أكثر الصفحات المديئة في الثورة الجزائرية بعد أن فتح رتويت أمس مسألة تراجع فرنسا عن مشروع سحب الجنسية من مزدوجية الجنسية المولودين في فرنسا والمدانين بقضايا إرهاب حسب ما أعلنت وزيرة العدل ها هو اليوم يتابع وقع المفاجأة التي أعلن عنها رئيس الوزراء مناقضا أقوال الوزيرة ومؤكدا تمسك فرنسا بالمشروع حيارتي قلبي معك غرتو على تويتر أمس أما من يتابع هاشتاغ توبيرا وزيرة العدل يجد أنها في موقف لا تحسد عليه معظم التغريدات تطالب باستقالتها كريستيان دارمانون سأل على حسابه في تويتر مانسي وزيرة العدل لور دولاروديير قالت أن الفرنسيين وهي أيضا ضاقوا ذرعا من حسابات سياسيين فرنسا تعاني من حكومة الهوات هذا حساب ويمينو اعتبر أن هولند كان يختبر وقع عدم تبني المشروع عبر توبيرا التي ستدفع الثمن مغاردون يساريون يتذمرون ودعوات للحزب الاشتراكي بالتصويت ضد التعديل الدستوري زعيم اليسار المتطرف جون لوك ميلانشون شن هجوما بالتغريدات ضد فالس وهولند الختام بترحيل من نوع آخر في لبنان حيث لا يزال هاشتاغ ترحيل النفايات قيدة تداول على ما يبدو من ثلاث يام وأنا بدي أقول في تغريدة بدي أولا ما عم بيطلع لي وقت هاشتاغ نشط بعد قرار الحكومة اللبنانية ترحيل النفايات خارج البلاد بعدما استوطنت الشوارع لشهور في هذا الشأن تغريدة لزاري تقول المضحك المبكي أكياس النفايات تسافر ونحن لا نزال نصطف أمام أبواب السفرات نشحذ فياز عمل أو زيارة ختامة بكل الأحوال جميلة بهجة موسيقية ضد كل أشياء ونحن نحن 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 يوري بوين أفنتور إن شاء لكون لفظة صح معه نختم حلقة اليوم شكرا جميلة لإلك شكرا نبيل شكرا للمستمعين إلى اللقاء جديدة شكرا للمشاهدة